موسيقى وجه رئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصلح هيئة الأوقاف من أجل صون ممتلكات الهيئة جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأوقاف والعدل ووجه رئيس السيسي بمواصلة هيئة الأوقاف جهودها في تعظيم عوائد الوقف وحسن استثماره وسرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية لصندوق الوقف الخيري وتعظيم عوائده كما وجه رئيس السيسي بالإسراء في بلورة البرامج التدريبية المتقدمة وانتقاء الأئمة الأكثر نبوغا لإعدادهم على أعلى مستوى علمي وفكري ومهنية وذلك لتكوين جيل من المفكرين الدينيين وصناع الرأي الديني الوسطي الرشيد والمستنير مع أعداد برامج في اللغات الأجنبية لصقل الأئمة الوافدين للخارج وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه وتعزيز جهود حوكمة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها بما في ذلك التوسع في الخدمات السريعة والمميزة للشهر العقاري جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الشهر العقاري على المستوى الجمهورية كما تم عرض مستجدات الموقف التنفيدي لرفع كفاءة مقر وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات حيث وجه السيد الرئيس بتخصيص قطعة أرض في منطقة السادس من أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم يخدم أهل المنطقة كما وجه رئيس السيسي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية للتصدي الحاسم لأي تعديات على أملاكي الدولة وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في كافة القطاعات الأساسية في الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية من خلال حسن استغلال الموارد إلى جانب تكوين مجتمعات زراعية وصناعية متنوعة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عامي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المقاولات وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الجارية والمستقبلية الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية أمر النائب العام بسرعة إنجاز التحقيقات في وقعة قتل القمص صانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بيك وذكرت نيابة العامة في بيان أنها كانت قد طلقت اختاراً بضبط الأهالي لشخص اعتدى بسلاح أبيض على كاهن كنيسة السيدة العذراء أثناء سيره بطريق الكورنيش مضيفة أن المجن عليه توفي بالمستشفى متأثراً بإصابته وأشرت نيابة إلى أنها انتقلت لمناظرة الجثمان فتبينت ما به من إصابات وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه بياناً للإصابات وسبب الوفاء كما عينت مسرح الوقاع وكلفت الشرطة بإجراء التحريات العاجلة حول الوقاع هذا وتقوم نيابة باستجواب المتهم وسؤال شهود الوقاع واستكمال التحقيقات نظمت مدرية الصحة بضميات قافلة طبية في قرية غمص البلد غرب التابعة لمركز كفر البطيخ بضميات ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية لمواطنين تضمنت القافلة وعيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملاً وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بسهولة ويسر بعد التسجيل على الموقع وتذليل جميع العقبات أمامهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى الأمسيات الرمضانية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي بيبا وناصر بمحافظة بني سويف شملت الأمسية التي تقام تحت عنوان جلسات الدوار تقديم عروض وأنشطة مختلفة كما شملت الأمسية تقديم رسائل التوعية بأهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالإضافة إلى بعض رسائل التوعية الخاصة بالسيدات مثل الزواج المبكر وخيتان الإناث والعنف ضد المرأة أعلن الاتحاد الأوروبي فرض حظر على واردات الفحم الروسي وإغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية وذلك في إطار حزمة خامسة من العقوبات ضد موسكو على إثر العمليات العسكرية في أوكرانيا كما تنص حزمة العقوبات على حظر صادرات إلى روسيا بقيمة تصل إلى عشرة مليارات يورو تشمل البضائع التكنولوجية المتطورة وتجميد أصول العديد من البنوك الروسية وتعد هذه المرة الأولى التي يفرد فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع الطاق الروسي الذي تعتمد عليه بعض دول التكتل بشدة هذا ويستورد الاتحاد الأوروبي خمسة وأربعين بالمئة من فحمه من روسيا بقيمة أربعة مليارات يورو سنوية نهاية مجزة التسانع والاستكمال الباقي فقرات صباح الخيرية مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر